يا مساء النور، مساء الوارد، مساء الفل وياسمين، مساء رزقوا تسير لكم كاملين كنتمنى تكونوا على خير وبخير وتلقاكم هاد الفيديو هدي في احسن احوالكم فيديو اليوم ان شاء الله سنهضر لكم على واحد المكمل غذائي اسمه سنهضروا على دوره في زيادة الوزن وكذلك على الفوائد جيلو الخرام من غير زيادة الوزن فوائدو للجسم واشي صلح لوليدات الصغار اه اولا لا شكون هما الناس لما منوع لهم انهم يستعملوه وغادي نعطيكم كذلك حتى الثمان جيلو في الصيدليات وشي في الصيدليات ولكل من كيشد قناتي وكيكتشفها الاول مرة وبغا يوصلوا جديد الوصفات المضمونة والمجربة والامنة معليه الا تابونوا في القناة دينا بالضغط على زر الاحمر موجود اسفل الفيديو سبسكرايب سابوني او الاشتراك ما تسوش تفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد انفوان حتو واهم خطوة ما تبخلوش عليا بلا لايك تجيلكم بالبرتاج للفيديو وكذلك بالتعليق زوينا اذا حبيب جالي غادي نبدو الفيديو دينا على بركة الله بالنسبة لكم بليمو المونتاير اللي غادي نهضر ليكم ليو معليه او للمكمن الغدائي اللي غادي نهضروا عليه سميته الفيطايل هو كيجيع لشكل سيرو او لشرب وكين كذلك حتى على شكل اقراس هو انتاج فرنسي وكيتواجد في المغرب وفي مجموعة من الدول اخرى بحي المثلا الجزائر وتونس لانو بزع ديال الاخوات هاكا من دول مجاورة كيسولوني بعد الخطاط فاش كنحطا عكا شي فاتح شهية او لا شي شي حاجة اللي كتزيد في الوزن او لمكمن الغدائي كيقولي يا واش كين في الجزائر بالنسبة لهادا كنقوليكم اه راهم تواجد في الجزائر وفي تونس وفي مجموعة من الدول كيزود الجسم بكل ما كيحتاجوا من طاقة من فيتامينات وكذلك معادن كلقوا فيه 8 جيل معادن اللي هي الزنغ الحديد النحاس المنغانيز سيلانيوم المنغانيزيوم وكذلك الكالسيوم وبنسبة لفيتامينات فيه 1 العدد كبير جيل الفيتامينات بحيث كيلقوا فيه 13 فيتامين كالفيتامين او لهو صالح البشرة والشعر الفيتامين او لهو فيتامين الجمال وكيقضي كذلك حتى للتعب والارهاق الفيتامين السي اللي كيساعد على الويقاية من انفلوانزا وحتى هو مفيد للبشرة والشعر الفيتامين D اللي كيحارب ألام المفاصل والعظام وكذلك حتى النقص في المناعة كيساعد على العلاج دي للمشكل هدا وكلقوا فيه حتى مجموعة الفيتامين B اللي هي من فواتح الشهية بحيث كلقوا الفيتامين B اللي كييعطيه حيوية ونشاط الجسم وكيقضي على تعب وسترس والضغط أو للضغوطات دي الحياة كذلك لفيتامين B اللي كيساعد على نمو الأضافر والشعر ونمو خلايا وامتصاص الحديد كيلقوا فيه لفيتامين B3 B5 B6 اللي كيساعد على امتصاص المواد الغذائية B8 اللي كيساعد على نمو الشعر B9 اللي كيقضي أو لا كيوقي الجسم من الإصابة بفقر الدم وكلقوا حتى لفيتامين B12 اللي كيحافظ على الجهاز العصابي وكيقضي على أو لا كيوقي الجسم عفوا من جلطات الدماغ وآخر فيتامين غادي نشارك معاكم هو لا فيتامين B3 B اللي كيدخل في تكوين كريات الدم الحمراء ويساعد على نمو الجسم وكيف شفتم آيا بالإضافة إلى دوره في زيادة الوزن عنده بزاف جيل فوائد للجسم سواء كانت فوائد جمالية للبشر والشعر أو لا كذلك فوائد صحية للدماغ وكذلك حتى لتقويات الأسنان تقويات العظام وكيقضي حتى الناس اللي كيكون هاكا كيشعروا بتاعب جسادي أو لتاعب فكري كيتوصف لهم هاد الكمبليمو أليمونتر وبنسبة لهاد الكمبليمو أليمونتر ما عنده حتى شي أضرار جانبية ممكن ياخدوه الكبار كيف ممكن ياخدوه حتى الأطفال ولكن الأطفال يكونوا فوق ست سنوات لتحت ست سنوات ما ياخدوش ولفوق ست سنوات ياخدوه ولكن ياخدوه من الأفضل سيرو ما ياخدوش الأقراس الأقراس كيبقوا بالنسبة للبالغين بالنسبة للفانيد كل علبة كتحتوي على ربعين قرص وفيها واحد لمداق مميز فيها الطعم دي الشكلات وبنسبة للناس اللي هاكا بغين يزيدوا الوزن بشكل أسرع كنصحهم أنهم ياخدو الأقراس ما ياخدوش السيرو لأن الأقراس مفعولها أو لنتيجتها كتبين ضغياء أسرع من السيرو أما كيف قلت لكم بنسبة لوليدات صغر من الأحسن تعطوهم السيرو ما تعطوهمش الأقراس بالنسبة لتمان ديالهم أول حاجة بعض دارك كيتواجدو في الصيدليات وفي شي بالصيدليات في الصيدليات تمان ديالهم كيدير 110 دراهم وفي شي بالصيدليات كيدير 77 درهم وكيف تنصحكم دائما من الأفضل أنه هاد النوع هاد من المكملات الغذائية تاخدوه مليبارافرماسي أو لشي بالصيدليات كيكون تمان ديالها أقل دبا غدين دوزو باش نعرفوش كل هما الناس اللي ممنوع لهم ياخدو هاد المكمل الغذائي هذا ممنوع على مرضى السكري لأن هاد الأقراس هادي كنت لكم فيها وحد الطعم ديال شوكولاتة هم حلوين فمن الأفضل الناس اللي كيعانوا من هاد المشكل هاد ديال السكري استشروا مع الطبيب ديالهم هو اللول وشي ياخدوه أه ولا لا ممنوع على الحوامل ممنوع على الأطفال دون ست سنوات كيف قلت لكم فوق ست سنوات ياخدوه أقل من ست سنوات ما ياخدوش وممنوع كذلك حتى على الناس اللي كي ياخدوه شدوة اللي فيه لفيتامين A لأن هاد المكمل الغذائي فيه وحد الكمية كبيرة بزاف أو لواحد نسبة كبيرة بزاف ديال الفيتامين A وإلى تلاقى مع شدوة آخر حتى هو فيه لفيتامين A يقدر هاد يشكل وحد ضرر الجسم ديالنا ما فهم الأفضل إلا كنا كنا ناخدوها كشي حاجة شدوة أو لشي مكمل غذائي وعلى ذكر مكمل غذائي بغيت غير نصحكم بالنسبة للناس اللي كي خلطوا المكملات الغذائية على الطريقة هذي غلط إلا كنت كنت تبع شي مكمل غذائي نبقى عليه حتى نكمله نعطيه وحد الفترة للجسم ديالي على أنه يرتاح وعادة باش ندوز لمكمل غذائي آخر ما تبقوش كتخلطوا المكملات الغذائية فلا حبيب جالي هنا غتكون سلاة في فيديو اليوم كتمنى تكون هذه الإعجاب ديالكم وتكونوا استفتوا معايا ونكون هكا كاللبي طلب بالنسبة للناس اللي كي طلبوا مني هكا نجيب لهم أنواع جديدة من المكملات الغذائية أو للي كي ياخدوا هكا المكملات الغذائية بشكل كبير وعلى العموم كيف كنقول دائما المكملات الغذائية كتبقاش حاجة زوينة بزاف لأنها كتزود لجسم ديالنا بكل ما كيحتاجه سواء هكا من معادن من فيتامينات من بزاف ديال الحويجات اللي كتكون نقصة في الدت ديالنا كي يكملها هد المكمل وهذا رئيس معلم وسمى هو أصلا مكمل غذائي فقبل ما تخرجوا ما كراتش أنكم تدعموني باللايك ديالكم توصلوا للفيديو هذا الأكبر عدد من اللايكات بارتاجيه باش تعم هكا الفائدة وكذلك ما تبخروش العياب بتعليق زوينة ديالكم حتى نتلقى إن شاء الله في فيديو جديدة كنقول لكم تهلا فريوسكم كنبغيكم بزاف ترجمة نانسي قنقر